بعد مخاضات دبلوماسية مكثفة وفي ظل الانسداد الحاصل في المشاورات والتصعيد العسكري على الأرض تتسرب إلى السطح معلومات عن تفاهمات جديدة بشأن تفعيل اتفاق التهدئة قد لا يختلف التفاهم الجديد عن الاتفاقات المبرمة في وقت سابق سوى أن الرياض هي صاحبة المشروع الجديد بحسب مصادر دبلوماسية فإن الأخيرة قدمت مشروعا ينص على أربعة بنوت هي إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهدئة ووقف إطلاق النار وتشكيل فرق ميدانية في كل مناطق القتال وربط فرق التهدئة على مستوى الجبهات وتحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر قال إن المشروع نوقش بحضور ممثلين عن كافة الأطراف والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأن عمليتي التنفيذ ستكلان للأمم المتحدة واللجنة الرئيسية للتهدئة المشكلة من عشرة أعضاء موزعين بالتساوي بين الطرفين حتى اللحظة لم يؤكد الوفد الحكومي حقيقة هذا التفهم الجديد ولا حتى الميليشيا بالمقابل لا يعني موافقة الأطراف على المشروع نجاح أكيد لاتفاق التهدئة ما لم تحضر ضمانات التنفيذ على الأرض فالهدنة بالنسبة للحكومة ليست إلا اختبارا لماذا جدية الميليشيا بالالتزام بوقف عملياتها العسكرية وكمن يمشي على حقل ألغام تظل الهدنة في اليمن معادلة صعبة تبقى فيها الأيدي على الزناد فثم تتناقض بين رغبة الميليشيا في التهدئة وبين رغبتها في التصعيد والتوسع الميداني من أجل تحسين الوضع التفاوضي يعتقد الحوثيون أنهم قد يحصلون بالحيلة على ما لم يحصلوا عليه في الحرب ويعتقدون أن الباب إلى ذلك السعودية والتي يراهنون على التفاهمات معها أكثر من المراهنة على مفاوضات الكويت حسب ناطق الجماعة ومفاوضها محمد عبد السلام الذي قال في وقت سابق أن أي شيء قد يتقرر فهو سيتقرر في التفاهم مع السعودية